23 تموز عام 1960 بدأ إرسال التلفزيون العربي السوري كانت المدة الزمنية فقط ساعة ونصف بتمام الساعة السادسة عن ذكريات ومراحل كتير مهمة أول كتلفزيون عربي بكوادر وطنية كان الإرسال أكيد نور طبعاً التلفزيون العربي السوري خلال سنوات منذ انطلاقته وحتى الآن ما زال يقدم رسالة وصورة عن سوريا صورة مشرفة وأكيد ما بنقدر ننسى خلال سنوات الحرب الإرهابية على سوريا شهداء الإعلام السوري الوطني اللي قدموا من أجل طبعاً صون الحقيقة وكلمة الحقيقة الرحمة لأرواح شهداء الإعلام السوري الوطني وأكيد تحية لكل من كان مؤسس هذه المرحلة وهذه الشاشة العريقة عربياً ودولياً اليوم رح نسترجع ذكريات الساعة والنصف الأولى وكواليس خاصة مع شخصيات مهمة شخصيات عاصرت هذا الوقت وعاصرت أيضاً من كان مشرف على هذا البس مع ضيفنا الإعلامي الأستاذ عيصام داري صحيح صباحك وأهلاً وسهلاً فيك أستاذ صباح الخير وأنا واحد من أعضاء الأسرة في الإخبارية أكيد ونحن سعيدين هذا الإخبارية بيتي أهلاً وسهلاً فيك أهلاً وسهلاً فيك أستاذ عيصام نعايد عليك وعلى كل الإعلاميين السوريين والكوادر الإعلامية بالتلفزيون العربي السوري بالبداية خليني نحكي بـ 23 تموز عام 1960 كان الإرسال الأول لتلفزيون العربي السوري كانت مدة البس فقط صاعمص ذكريات كتير كانت وكواليس جميلة وحضرتك بجعبتك الكتير من الذكريات حضرتك صديقه للمدير كيفزيون الأول صباح خباني الأستاذ صباح فيه كتير تفاصيل وكواليس ممكن نسمع من حضرتك أولاً كنت بتمنى يكون معنا حدا من الرواد الأوائل الصديق الإعلامي العتيق محمد قطان اتصلت فيه الواقع مبارح فاعتذر لأسبابه الخاصة وبتحب وجه له التحية كنت بتمنى يكون فيه معنا مروان شاهين كمان كان بالتأسيس كان دريد لحامي التأسيس كان فيه كتير وجوه كنت بتمنى تكون موجودة أفضل مني بس أنا بحكي ذكرياتي اللي عرفتها شخصياً من الدكتور صباح خباني الله يرحمه كان صديقي وكنت ألح عليه دائماً بالسؤال عن كيفية انطلاق المعجزة وكلمة المعجزة مجلة الإزاعة والتلفزيون المصرية ب13 آب 1963 أي بعد أيام من انطلاق صورت مبنى التلفزيون بقمة جابقاسيون وقالت نعجزة لأنه الشيلي حدث بدمشق معجزي حدثني صباح عباني رحمه الله عن اللحظة اللي كلفوه فيه انه بدك تعمل شيء اسمه تلفزيون فهو كان بالإزاعب وكان بوزارة الثقافة لما بلغوه انه بدك تسافر للقاهرة سافر للقاهرة لأنه كان بس عبارة عن كنا الجمهورية العربية المتحدة القطر الشمالي والقطر الجنوبي فالفريق تقريبا فريق بدمشق وفريق بالقاهرة منشان يعملوا تلفزيون يمطلق بلحظة واحدة هو يوم انطلاق صورة 23 تموز صورة الدباط الأحرار بمصر فكان مفهوض انه يطلعوا بنفس اللحظة لذلك هذه اللحظة أو هذه النقطة كثير كان حكالي انه كثير كان قلقة انه القاهرة عندها تجربة هائلة بالسينما بالمسرع بينما دمشق ما عندها هالإمكانيات شلو من انه نطلق بلحظة واحدة المهم انه لما بلغوه كان بسيارة ورايح اتجاه جبل قاسيون من ساحة الاموين قال له وين للستوديو عم يسأل اللي مرافقه قشره على راز جبل قاسيون قال له فوق قال له ايه وطلعوا الطريق وعير اللي كنا عم نخاف من الطريق الوعير فتت لقيت وكان على فكرة بنفس الوقت حتى عن ساحة الاموين كان بداية بناء رلسات اعمدة التلفزيون الهلي الحالي ببنى الهيئة العامة لبزاع التلفزيون كان عبارة عن اعمدة الاساسات وبدو يطلعوا من قاسيون ليس من انتهي الساحة الموين طلعوا على قاسيون اللي شفت شيء مو معقول يعني مو معقول نطلع من هدي المبنى هاد لا استوديوهات لا استوديو اللي كان لساته ما ظاهر غرفة مغلقة طولها شي سبع امتار بهذه السبع امتار بدو يطلع الاخبار والبرامج التمثيليات على الهواء كما بالتقرير وفي شغلة معجزة ثانية في اول تمثيلية ظهرت على التلفزيون كان اخراجها المخرج والزاعي الكبير عادل خياطة اسمها ثمن الحرية وهي التمثيلية بطولة ميهاد قلعي عبد الرحمن الرشي ومجموعة وفاطمة الزين ومجموعة ساعة ونص على الهواء مباشرة دون توقف نحن هلا منحسن نوقف ونقول الله في غلط في غلط فني ممكن الهنيك ما في مزع يعني تغير الديكورات كان شيء مذهل انه لزاي سمتها التلفزيون او مجلة ازاع التلفزيون بالمعجزة فعلا كانت معجزة في كتير امور كانت بالنسبة لنا اليوم عادية اليوم هلا ممكن مدير الاخبارية او مدير التلفزيون يجتمع مع الكادر بدنا نعمل شيء فكرة برنامج جديد اما نحنا في عنا بسلسلة التجارب سابقة وفي عنا افاق لقدام اما انه تنطلق بالتلفزيون بشي ما تعرف شي عنه على فكرة صباح عباني واطراح القاهرة من القاهرة اللي بتتوجه للواشنطن منشان تعمل او للولايات المتحدة مشان تعمل دورة على التلفزيون كانت امريكا متقدمة بالتلفزيون المعروف فراح هو والله يعطيها العافية والصحة اه هيام طباع اللي اول ما عملت برنامج نادي الاطفال اول برنامج الاطفال وعلى فكرة التلفزيون السوري هو التلفزيون الاول طبعا مع تلفزيون المصري الاول في المنطقة ما كان فيه قبله اي تلفزيون اهه فراح الامريكا واترجع لهون بلش وحضر للتلفزيون العربي كان التلفزيون العربي باعتبار بالقطر الشمالي والقطر الجنوبي العربي بمصر والسوريا حضر جمع مجموعة خبرات كان عدد الكادر كله بما فيهم السائقين ستة وخمسين واحد الآن بالآلاف التلفزيون تقريبا معظمة ستة وخمسين اطلقوا هذه التجربة المعجزة اللي كانت عبارة ساعة ونص بس انت بها الساعة ونص شو قدمتي كانوا يفكروا مثلا وهذا كلام الدكتور صباح انه احنا بالنسبة لنا افتتاح مثلا بالقرآن الكريم شلوم ما نقدم القرآن الكريم اسئلة كتير سازجة بس كانت بوقتها كاول مرة اول مرة هي اسئلة اساسية لانه هاي الصورة اللي قدمت لها ساعة ونصف بالابيض والاسود كانت يعني مفترق طرق بتاريخ سوريا وبتاريخ الوطن العربي بما يخص الاعلام لهيك نحنا ديوم عم نستذكر يعني وانت عم تحكي عن الكوادر وعم تحكي عن الامكانيات عم نشوف انه توالت الاسنين يمكن الظروف اتغيرت صرنا عم نضاهي كتير من القنوات العالمية بالرغم من الامكانيات البسيطة اللي ما زلنا نمتلك اليوم ولكن ما زلنا ورغم كل الحصار اللي على سوريا إن كان حصار اعلامي وحصار اقتصادي وكل هالحرب إلا ما زلنا نقدم صورة تختلف وصورة مميزة لهيك هاي الكوادر الاساسية هي حاضرة اليوم بازهاننا ودايما بنعيد هذا التاريخ وبنفتخر فيه نحكي شوي عن تفاصيل انتقال الصورة من الابيض والاسود الى ايضا الى الالوان وهي المرحلة ايضا كانت مرحلة مهمة بتاريخ التلفزيون العربي السوري انا بالنسبة لي كان في تلفزيونات قليلة بسوريا تستقبل الملون من دول مجاورة كان فيه بس مباشرة بلا شو قدنا بالمجاورة نحن وقت طلق الملون كان العلم تستغرب انه ممكن هاد التلفزيون نحو تعودنا عليها قبل اسود ممكن هادا يصير ملون يعني شافوه شغلة مستحيل تطلع ملون اشان تطلع كأنه اصلا السينما كانت معظمة ابيض واسود فكانت هاي التجربة كمان مرحلة جديدة كتير وكتير قفزة في عالم الاعلام التلفزيوني المرئي لذلك كان فيه كتير مثل مرحلة الولادة الاولى مثل 23 تموز مثل المرحلة الاولى كان الانتظار او القلق كان بدل المرحلة التانية وبس وبعض البرامج اول شي تجربة بعدين انطلق التلفزيوني الملون اللي هلا صار وعلى فكرة انا اليوم بس بشوف الابيض الاسود ما احتفظ بجهاز عندك لا 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 تشوف الابيض الاسود الافلام الاديمة والبرامج الاديمة لهلا مثلا عم يبسوا التلفزيونيات دوريد لحام وعم يبسوا اخلام عبد الحليم حافظ وغيره الابيض الاسود له نكهة خاصة بس كمان الملون عطى الفرجة للمشاهد اللي هو عم ينتظر شي مميز فكان هذا الملون عبارة عن فرجة جديدة وتألق للإعلام من خلال الكوادر الوطنية قلتلك الكوادر الوطنية هي اسس التلفزيون السوري وكان في واحد يوغسلافي اللي هو علاقة بالعرائس بس لازم احكي شغلي انه شو البرامج اللي بلش التلفزيون السوري ماليش قبل اللي بلون لون احنا ب13 تموز عم نحكي عن الاول بالمرحلة الاولى صباح اباني كان عني نفكر منين بدي نجيب كوادر راح لعند نادية الغزي اللي ابوها كان رئيس وزراء سورية للمدة مرتين فسألها انه بدت تجي تعملي معنا هي محامية وأديبة تعملي تشاركينا بالتلفزيون فاصيبت بالدهشة قلت له انا بدي قلت له سأل ابي مسأل زوجي كانت من زوجي مسأل زوجي سأل ابي لان ابي رئيس وزراء هل ممكن انا بطلق التلفزيون اثر عليه فسأل ابي راه لعنده سعيد الغزي الله يرحمه كمان كان رئيس وزراء سورية فقال له هيك هيك القصة انا متضحق قال له بتاخد بنتي تحطها بالتلفزيون قال له ايه وبرر له قال له جرب طلعت نادية الغزي ببرنامج برنامج البيت السعيد البيت السعيد هاد كان برنامج للأسرة في التدبير المنزلي في اخبار في منوعات عن البيت السعيد وكان برنامج تنتظر الأسرة السورية بجفارة للصبر هيا مطبعة كما قلت كمان كانت كيف استدعى دريد لحام قال صباح عباني انه انا بحفل التخرج بالجامعة لقيت شاب عميمثل وكان هو دينامو تبع المسرحية او العرض اللي كان بالجامعة فسألت عنه بعدين انه دريد لحام استدعيته كان هو متخرج وعم يدرس بدمشق بجامعة دمشق مدرس مساعد وبسانويات دمشق وحكيت معه قال له التدريس قال له انا لاحظت انه هو شاغفه التدريس دريد لحام كان شاغفه التدريس ما كان يفكر بالتمثيل فقال له هلا انها الصيفية جرب لاخر الصيفية واقنع وزير التربية وقته انه يسمح له يطع يمثل وقال له مرح يطع بشخصيتك طلع بالسوق شخصية رجل عجوز وقال له دان طويلة يبحث ما تبين منهم وفي تمثيلية تانية طلع بعازف غيتار مكسيكي فرنيطة المكسيكي ما بينوشه لذلك لما اجت الصيفية وخلصت الصيفية فكان في عنده خيارين يبدو يكمل يبدو يرجع التمثيل فحكى مع وزير التربية قال له ممكن كل سنة تجيبوا 150 استاذ بس لا يمكن تجيبوا موهبة مثل موهب دول الدحام لذلك انفرز من التلفزيون انطلق هذا النجم الكبير اليوم هو نجم على مستوى الوطن العربي الله يطول بعمره أكيد كمان رفيق اسباعي كمان نفس الشي هو جاب رفيق اسباعي وميهاد قلعي رفيق اسباعي ابن حارته للدكتور صباحة باني فكان مثل مرة مرات كنت انا بالإزاع قاعد ومعي الله يرحمه رفيق اسباعي وحكيت مع الصباح عباني قلت له بدوحكي معك ابن جيرانك اليمي هذا ابن جيراني فحطيت له تفاجأ انه صباح عباني انه بدوحكي معه هو رفيق اسباعي فشكل كادر متكامل كان في برامج مهوعة في الشي اللي بذكره انه كان في عنده برنامج اول شي البيت السعيد نادي الاطفال الاخبار كان كتير مهمة لانه نفس الستوديو كله بالستوديو واحد صحيح العقبة الكبيرة كان الديكور ودكتور حملوا الديكور والممثلين والمعدين والمقدمين ومزيعين تحملوهم كل يوم لازجب القاسيون بالطريق الوحيد اللي حكى عليه الصباح عباني عم تحكي مكن استاذ عصام ذكريات جدا جميلة وكواليس يمكن كتير من الناس ما بتعرفها خلينا نحكي بالخيتام شو بتحب تحكي كمان كلمة اخيرة عن ذكريات التلفزيون العربي السوري يعني عم نحكي عن ذكريات مجهود كتير كبير لتشكيل متل ما قلنا كوادر وطنية سورية من خلال التلفزيون العربي السوري راح حكي لك الشقة التانى اللي هو الشق شخصي انا كنت وقتها تلميذ ووافع انا في شغلات كتير ما بنساهب التلفزيون السوري اول شي كان سمن الاجلس التلفزيون غالية صح لذلك كان مثلا البيوت تشتري التلفزيون الال كان يحط التلفزيون عالشباق العالم تقعد بالشارع او في ناس تفتح بوابه بس هاي كما تفتح بوابه بتصير بده قهوة وشهاي ومنكم حلويات وفواكه فصعدوا بحطوه على الشباق وانا شايفه بعيني انا الشي اللي بتذكرني او بالأحرى اللي بتذكره بالتلفزيون السوري اول مرة بحياتي بشاهد ام كالتون عم تغني شخصي يعني مو صورته عادي ولا صوته وكانت الاغنية هو صحيح الهوى غلاب فهي الاغنية لهي لأ من الاغاني المحببة إلي لأنه اول مرة بشوف هاي 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 الاغنية اضافة للمرحلة هاي في شغلة طريفة في بعض ستات البيوت اللي هيك المحافزات كان اذا طلع الموزيع تغطي وشها تقول لها هاي بشوفني وانا انا شفت حدا من انايبيني اكي يا حجر هذا ما بي طالما شايفتو انا ما حتى شايفني فعلا وضل خطي وشي لفترة طويلة هاي من الترائف اللي انا شفتها بعيني فالتلفزيون اليوم قطع مراحل كتير كبيرة اكي الستين سنة اللي مضوا واصبح منها المراحل من التلفزيونات الاولى على مستوى الوطن العربي وعم يقدم رسالة في تلفزيونات في عندن بس ملون بس ما في عندن تلك الرسالة اللي هي رسالة المحبة والاخاء والسلام اكيد يعني مع هاي الرسالة بنختم حديثنا معك نشكر وجودك ان كنت معنا اليوم عبر هاي الشاشة شاشة الاخبارية السورية اللي بنسعى انه هيكون شاشة وطن وتنقل الواقع شكرا لك السادس عيسون شكرا لكم وشكرا للاخبارية وشكرا للتلفزيون العربية السورية كل عام وكل العاملين في التلفزيون بألف خير نتشكرك اكيد الاعلامي عيسام داري على وجودك معنا ومثل ما قلتنا نعيد على كل الكوادر السورية الوطنية في التلفزيون العربي السوري شكرا لك ونحن كمان سعيدين لانه نحن جزء من مرحلة قاضية للتلفزيون العربي السوري نحن عاملين في الهيئة العامة لإزاع التلفزيون